مع ذلك أنت أحياناً تخرج عن النص وتتكلم عن صدام بطريقة تبدو متحن مو متحن أشوف أقل أحتيك في الشغلة يعني مواصفات شخصية أنا أحتيلك كلامك عنه يعني وأنت وأنت تصف في أكثر من موضع أنا أحتي الحقيقة نعم مان يدوني أحتي الحقيقة يقولوني يقول جبان كان خاتل بمدري شي يسمونه أقل أبداً مو جبان يعني مو جبان بس هو دكتاتور هو قاتل قتل نسيبه وقتل أخوته وقتل عائلته وقتل يعني خاله وذبح الناس كلها وقتل الشعب العراق كله في غزوة الكويت وفي حرب إيراني جنونية 8 سنوات أنا ما نزيه الإيرانيين لكن نحمد حسن البكر الله يرحمه لما سألوه قالوا لنا تعال حرب قال لأني الحرب جنون وأنت رحمت على البكر على الفكرة بس كان منطقي الرجل يعني حردان تكريت نصح متحسن البكر قال لأحنا نتكارت أثنينات يعني هذا الرجل تريقتنا لكنه البكر ما سمع والنتيجة صدام عشان قتل البكر عملي قتل البكر أخذ من عنده السلطة وقتل ابن محمد يعني ما أخلى شيء بالدنيا ما قتله فصدام عشان يستحق الإعدام أما أميت حقول عليها كان جبان؟ أنا ما أقول عليها جبان أنا شفت صعد على المشنقة يركب يعني مو جبان مو عيب يعني إنسان يكون شيء بعدين هو رجل هو أصلا أساسا رجل هو يقتل بيديا يعني شو نصد جبان؟ شو نصد جبان؟ قضى حياته بحنين ويصف العالم يقتل الناس مو جبان ليش أقول عليها جبان؟ وأنا ما أعدم واحد جبان على فكرة أنا مو جبان حتى أعدم لي واحد جبان رعديد